يمر الوقت وتتضاعف مع كل دقيقة تداعيات المأساة الإنسانية للمختطفين في سجون الميليشيات الإرهابية في ظل عبث الحوثيين بملف التبادل وخطواته التنفيذية وكان من المقرر أن يتم تبادل زيارات تبادلية بين صنعاء ومأرب لحسم الجولة الثانية من صفقة التبادل التي تمت في إبريل الماضي لكن الميليشيات لم تبدي أي تجاوب حتى الآن الناطق الرسمي باسم الفريق الحكومي المفاوض في ملف تبادل المختطفين المدنيين بأسرى الحرب الحوثيين ماجد فضائل قال إن الميليشيات تعرقل خطوة الزيارات المتبادلة بهدف العرقلة فحسب ولم يفصح الفريق الحوثي المفاوض عن أسباب هذه العراقيل لكن الميليشيات بحسب الفريق الحكومي وضعت اشتراطات جديدة في مقدمتها عدم إدراج قضية المختطف السياسي محمد قحطان في الجولة الثانية من مفاوضات إبريل ولأكثر من ثمان سنوات تتصدر قضية قحطان رأس المأساة الإنسانية الكبرى التي خلفتها جرائم لاختطاف الحوثية بحق المدنيين وانتهاكات الإخفاء القسري والتغييب الأسري عن ذويهم ومنع التواصل مع الضحايا أو الإفصاح عن أي معلومات تخص مصيرهم ولا تنظر الميليشياء إلى هذا الملف الإنساني إلا من زاوية التربح السياسي والإتجار بمأساة آلاف الضحايا في سوق المزايدة واستثمار الحوثيين في أوجاع اليمنيين وقضاياهم الإنسانية البحتة